بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الثانية من الشابتر الاول بالكورس الثاني احنا بالمحاضرة اللي فاتت اخذنا المagnetic cobblings ومفاهيم اساسية بالمagnetic cobblings اليوم راح ناخذ البارت الثاني اللي هي الفقرة واحد اثنيا اللي هي ال coefficient cobblings وشون نحسب ال mutual inductance فان شاء الله الفقرة واحد اثنيا عندنا هذي سيركت اكيد راح نبلش بهاي سيركتر ناخذ two inductance متجاورات ومر بهم تيار متناوب هذي ال two inductance اللي هي ال L1 وال L2 فاذا عرضنا نحسب الطاقة المخزونة بهذي السيركت اكيد هي الطاقة المخزونة بال L1 زادا طاقة المخزونة بال L2 زادا الطاقة الناتجة من mutual inductance فهنا انا اش راح يصير عندي الطاقة المخزونة بال L1 هي اللي هي نصف L1 I2I فهذه الحالة راح نحسب ال L1 كلية المخزونة بهذه الدائرة هنا كتبنا زائدا اذا نشوف كتبنا زائدا M1T وليش نصف L1I1 زائدا نصف L2I2 سكوير ناقصا M1T I2 هنانا راح يصير معناها العلاقة العامة المخزونة بالسيركت هي عبارة عن نصف L1 I1 زائدا نصف L2I2 سكوير حتى يصير القانون عام حطينا زائد ناقص احتمادا عالتيارات اذا اثنين هم داخلين للدوت او واحد منهم داخل للدوت والثاني خارج من الدوت في الاموان I1 بس عدنا اش يقول الانيرجي المخزونة بالدائرة لازم دائما شي تكون تكون موجبة يقول يقول الانيرجي مخزونة بالدائرة يقول الانيرجي المخزونة بالدائرة المخزونة بالدائرة المخزونة بالدائرة مستحيل ان تكون سالبة لازم دائما موجبة فاذا هي دائما تكون موجبة اذا هذه المعادلة الرقم الثانية سبب لي مشكلة ليش بها اشارة سالبة ممكن هذا المختار سيكون قيمته كبيرة فصير الانيرجي سالبة وهذا القادة ما ممكن منتجة كل واحد يمكن ان هذا الامون توا ايو 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 يكون كبير بحيث يصير الانيرجي لما ممكن انهي الانيرجي تتراوح ما بين الصفر الى قيمة موجبة فاذا هذا لازم تكون موجب M1 2 I1 I2 لازم يكون أقل من هذا المقدار اللي هو نصف L1 I1 سكوير زائدين نصف L2 I2 سكوير إذا راح نشتغل على هذا المقدار اللي هو اللي هو اللي هو الانياجي شجل تساوي نصف L1 I1 سكوير زائد نصف L2 I2 سكوير ناقصا M1 I1 2 فإذا هذا المقدار لازم دائما يكون كله موجب حتى تتحق القاعدة انه الطاقة دائما تكون قيمتها موجبة فكتبنا هذا هنا شوية صعب تحليله هذا المقدار تجيب هاي الصورة فسونا بسطنا هذا بسطنا حسب القانون انه أخرنا نصف جدر الأول ناقص نصف جدر الثاني الكل سكوير زائد جدر الأول في جدر الثاني فطلع عندي شنو طلع عندي هذا المقدار اللي هو نصف في جدر الأول ناقص جدر الثاني الكل سكوير زائدين جدر L1 L2 I1 I2 فالمشكلة ما راح تصير راح تصير بهذا المقدار هذا المقدار ممكن أن يكون سائب لأن هذا سكوير فدائما موجب فهذا المقدار ممكن أن يكون سائب ممكن أنه هذا المقدار يكون شنو أكبر من هذا فش يقول إذن القاعدة ش تقول حتى الانيرجي موجبة دائما إذن لازم أكتب شنو هاي الصورة جدر L1 L2 في الآي 1 في الآي 2 ناقصا ناقصا الام 1 هي نفس الام في الآي 1 في الآي 2 هذا المقدار أكيد أكيد هو ش يكون يكون أكبر أو يساوي صفر حتى الانيرجي ش تكون موجبة فطبعا هذا إذا نأخذ عامل مشترك الآي 1 آي 2 ونعبرها للطرف الثاني يصير صفر على الآي 1 آي 2 فتبقى جدر L1 L2 ناقصا الام أكبر أو يساوي صفر بهاي المتراجحة الام عبرها على الطرف الثاني فتطلع عندي هذا القانون الام دائما 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 أصغر أو يساوي جدر L1 L2 حتى تكون الانيرجي ما تموجبة فأخذ هذا أكيد الام اش راح تساوي راح تساوي ثابت التناسب اللي هو K مضروب في الجدر L1 L2 هذا ثابت التناسب اش راح نسميه راح نسميه الكوبلنج كوفيشينت هو هذا الكوبلنج كوفيشينت يعني اللي هو يساوي M على جدر L1 L2 وش يقول هذا المقدار دائما قيمة اللي هو الكوبلنج كوفيشينت دائما قيمة بين الصفر والواحد إذا قيمة بين الصفر والواحد فأكيد هذا المقدار اللي قلنا عليه جدر L1 L2 I1 I2 ناقص M1 I1 I2 دائما يكون موجبة هاي الحال راح تكون انيرجي موجبة في القدرة المغزونة بالدائرة دائما تكون موجبة إذا اش راح يصير عندي هنا هس راح ناخذ مثال حتى نتعلم شنون نحسب Mutual Inductance وشنون نستخدم ها بالسيركت فعندي هاي السيركت بها محاطات اثنية متجاورة اللي هي L1 هذه اللي هي L1 والمحاط الثانية اللي هي L2 وحدة قيمتها 0.4 هنري ثانية 2.5 هنري وعندي مطيني ال 0.6 ومطيني التيار I2 يساوي ربع التيار I1 وال I1 اللي هو قيمة 20 cosine 500 T ناقص 20 درجة ميلي أمبير بزاوية طول ناقص 20 درجة زيان يقل لك أوجد V1 off 0 سهلة شنو تساوي تساوي حسب القانون هنري قانون لها L1 DI1 by DT زائدا الميوش وال inductance في DI2 by DT طبعا ليش خلينا زائد لان هنان التائرات اثنين هم يدخلون على DT زين عسنا شنو الموجود عندي I1 عندي I2 عندي L1 بس M ما معرفة شون نحسب M يساوي انها استمنى اشتقنا القانون معتها K في جذر L1 L2 عندي K اللي هو 0.6 وعندي L1 و L2 فراح أحسب قيمة mutual index اللي هو 0.6 أرجع وضم وين بالقانون L 0.4 مطين إياها I1 مطين إياها 20 في cos T ناقص 20 درجة بس هو يقول DI by DT إذا لازم أشتقها وعوض بمكان T صفر في تطلع عندي ناقص 10 ساين ناقص 20 درجة زائد الثانية نفس نفس المشتقة الآن بس أضربها في 0.25 ربعها في يطلع هذا الناتج والنتيجة النهائية 1.881 volt هذة طلعت الديون أو 0 بعدين شير يقول أحسب total energy total energy stored in their system يعني كل الطاقة المغزونة فيما أن الثانية المداقنية فأخذ W off T شي ساوي نصف L1 I1 off T زائد نصف L2 I2 off T زائد M12 I1 I2 off T بس يمتل يريدها عند زمن 0 يعني W off 0 فأحسب I1 off 0 يجد قيمتها و أحسب I2 off 0 أكيد تساوي ربع I1 off 0 من أطلع I1 وال I2 بعد مباشرة نطبقهم بالقانون فرح تطلع لقيمة energy 151.2 micro joul micro joul يعني هاي الطاقة فتقات وحدات joul هاي الطاقة المغزونة وين بالcircuit أتمنى أنه استفاديتوا من هذه المحاضرة و شباب باقي المحاضرات المحاضرات تلقوها بالتفصيل على الموقع الجامعة جوز هاي الطاقة ما محمل هنا هناك مشاكل بموقع رئاس الجامعة فنزلتكم المحاضرات على الكلاس تلقوها بالكلاس وهم رح نزلها بس يصلحون الاشكال الموجود بموقع جامعة البصر رح نزل لكم المحاضرات كاملة على موقع جامعة الفصر و تجدون تحملوها من هذا الرابط شكرا جزيلا للانتباع